اليوم أتيت لك أجاري معك أحدث تلاتي في بلفا متوسطة من شركة شاومي وأنا طبعا أتحدث عن الريدمي نوت 13 برو بعد الفيديو سوف نقوم بتشربة كل شيء بهذا الجهاز لمن ناحية الأداء البطارية الشاشة الكاميرات وكذلك طبعا تشربة الألعاب كيف سوف تكون على جهاز النوت 13 برو لكن قبل أن نبدأ أدعونا أولا نرى منكونة علبة الجهاز أول شيء كما تشاهدون هذه علبة النوت 13 برو أول شيء سوف نجده كما تشاهدون وهو الجهاز بهذا اللون الخطير يعني سوف نرجع لعبها قليل لذلك هنا أيضا بعض الكوتيبات التي لا يقرأ أي أحد وسوف نجد أيضا كما تشاهدون كوفر بجودة ممتازة وسوف يقدم لك حماية كاملة على الجهاز يعني كوفر مختلفة عن كل الأجهال السابقة من شركة الريدمي وسوف نجد أيضا كما تشاهدون شاحن صاروخي بقدرة ال 67 واط وأخيرا معنا كيبل USB سيفا هذه كانت كل مكونات علبة الجهاز ودعونا الآن نرجع إلى النوت 13 برو يعني سرعة أول شيء سوف يفيد انتباع أي شخص أول ما سوف يرى هذا الجهاز وهي نقطة التصميم وبالتحديد كما تشاهدون شكل الكاميرات يعني مختلفة عن كل الأجهال السابقة من شركة الريدمي كما تشاهدون لذلك هنا ثلاث كاميرات من الخلف لكن لذلك هنا كاميرتين بحجم عملاق كما تشاهدون تقريبا تأخذ تقريبا الجهال العلوية الكاملة من الجهاز وطبعا لأنه لذلك هنا كما تشاهدون رقم المائتين ميجا بيكسل إن سوف نتحدث عن هذا الأمر بأتفصيل بنقطة الكاميرات ما أجبني أيضا وهي جودة تصنع لذلك ونصرة نعم الجهاز يأتي بالكامل من على البلاستيك لمن ناحية الدار وكذلك الإطار لكن جودة البلاستيك هنا ممتازة ولم أجد معا أي مشاكل أجبني أيضا أن الدار هنا يأتي غير لامع هذا طبعا سوف يعطيك إلتقاط بسيط جدا للبصمات وكذلك شكل جميل للجهاز وما أجبني أيضا بالنوت 13 برو كما تشاهدون كل شيء يأتي مستطح بالجهاز لمن ناحية كما تشاهدون الدار مع الإطار وكذلك الشاشة فهذا سوف يعطيك مسكة بريميوم أكثر بألياد وكذلك مسكة محكمة أكثر بألياد فصراعا نقطة التصميم لم أجد معا أي مشاكل أيضا لأن الناس أدي تسأل في الجهاز هنا سوف يقدم لك مدخل إضافة شارعتين أو شريحة وذاكرة خارجية وطبعا مدخل السماعات مازال موجود كما ترون الذي يكون أيضا ال-IR اللي أتعكم بالأجهزة أيضا موجود بالجهاز والذي يكون طبعا سماعات استيريو سوف نقوم بجلبتها بعد قليل سماع من أسفل وكذلك سماع من الآلة والجهاز هنا أيضا سوف يقدم لك تقنية ال-NFC وطبعا لذي يكون الحساس الخاص بالمكالمات بدون أي مشاكل أما بالنسبة للناس أتي تسأل عن البصمة أين توجد البصمة الخاصة بالجهاز فشركة شاومي لأول مرة بسلسلة الردمي نوت وضعت لنا كما تشاهدون أخيرا بصمة موجودة بالشاشة كما تشاهدون البصمة هنا صارة الاستجابة الخاصة بها ممتازة بصمة دقيقة وفعلا يمكنك الإتماد لها بدون أي مشاكل مع جهاز النوت 13 برو وبطبعا بمعنى نتحدث عن الشاشة فكما تشاهدون لذي يكون صارة تغييرات ملحوظة بالشاشة الخاصة بالجهاز أولا لذي يكون الشاشة بحجم كبير 6.67 أنش ما أعجبني أكثر وهو استغلال الحواف كما تشاهدون صارة أفضل بكثير من الجيل السابق كما تشاهدون هافي صغيرة جدا بالأسفل وكذلك التقب الخاص بالكاميرا أمامي وجود لذيك بالآلة فعلا كأنك فقط تمسك الشاشة باليد الخاص بك شاشة تحفى كما تشاهدون بالإضافة أن هناك شاشة أموليد 120 هيرد سوف يقدم لك ثلاثة ممتازة أثناء الثاني قلبين التطبيقات أو عندما تقوم بعمل سكرولين مثلا بفيسبوك، انستجرام أو حتى يوتيوب كما ترون لذيك هنا ثلاثة أفضل موجودة بالجهاز ولذيك هنا أيضا سطوع الشاشة كان صارة مبير سطوع يصل إلى غاية 1300 نتس صارة لا أجد أي مشاكل ونقوم باستخدام الشاشة تحت أشعة الشمس كما ترون سرعة لديك هنا السطوع ممتاز بالإضافة أن الشاشة هنا تأتي محمية بطبقة حماية كورنيل غوريلا غلاص الجيل الخامس هذا أيضا يعني أمر ممتاز بالنسبة للسعر الخاص بالنوت 13 برو فسرعة الشاشة هنا تقريبا يوجد بها كل شيء تريده بالنسبة لهذا السعر لمنعات الألوان، لمنعات السطوع وحجم الشاشة أيضا فعلا ستستمتع أو تستقوم مشاهدة أي فيديوهات أو حتى تقوم بلاعب ألعاب على الشاشة الخاصة بالجهاز وطبعا بما أنه لدينا هنا الشاشة ممتازة فلابد أن تكون لديك أيضا سماعات جيدة بجهاز كما قلت بأول الفيديو لديك هنا سماعات استيريو السماع الموجودة بالأسفل تشتغل مع السماعات الموجودة بالأعلى كما ترون فدعونا الآن نقوم بتريبات السماعات وطبعا الكاميرا التالية بحجم الصغير كما تشاهدون يعني بروز الكاميرات كما قلت يعني ممكن أن تقوم بحلها بكل بساطة باستخدام الكوفر الموجود بالألبة كما سمعت لديك هنا صراحة واحدة من أفضل السماعات التي جربتها بأي جهاز بنفسها درفة السعرية صوت عالي صوت فعلا نقي وصراحة لديك هنا سماعات خرفية موجودة بالنوت 13 برو لكن دعونا الآن نتكلم على أهم نقطة لدى كل الناس خصوصا مستخدمين درفة السعرية وهي طبعا الأداء والمعالج فانت حدث هنا عن المعالج من شركة Mediatek بالتحديد الهيليو جي 99 أولترا أيضا الجهاز هنا سوف يقدم لك نسختين 8 جيجا بايت رام ومساعة داخلية 256 أول ذلك نسخة صراحة عملاقة 12 جيجا بايت رام مع مساحة داخلية 512 جيجا بايت وهي طبعا النسخة لديه فصراحة لديك هنا تشربة أداء كانت ممتازة مع وجهات شاومي كما تصرون الميو آي 14 مع نظام طبعا الأندرويد 13 وطبعا الجهاز قريبا بتحديدات القادمة سوف يصلوا طبعا الأندرويد 14 فصراحة لديك هنا تشربة أداء كانت ممتازة سريسة بدون أي مشاكل خصوصا مع المئة واجين هيرتز فعلا لم أجد لي حد الآن أي مشاكل مع الأداء الخاص بالجهاز أما بالنسبة لأ الناس أذي تسأل عن تشربة الألعافة رجلت مثلا لعبة بوب جعلة الجهاز كما ترون وقدمت لي هذه الإعدادات إعدادات سريسة وكذلك فائقة بعدد الإطارات الجهاز قريبا سوف يقدم لك 40 إلى 45 فريم فشربة الأداء هنا كانت ممتازة مع جهاز النوت 13 برو لكن دعونا الآن نتكلم عن البطارية فلديك هنا أداء ممتاز يحتاج طبعا إلى بطارية تكون معك اليوم هنا شركة شاومي وضعت لك بطارية 5000 أمبير بطارية سوف تكون معك اليوم بدون أي مشاكل كما عودتنا شركة شاومي وليس هذا فقط لديك هنا أيضا سرعة شعن 67 واط كما ترون وشاحن موجود داخل العلبة كما رأينا بأول الفيديو فالجهاز فعلا سوف يقدم لك أداء بطاري ممتاز وصرعة شعن ممتازة موجودة بالنوت 13 برو لكن دعونا الآن نتكلم على واحدة من أقوى نقاط القوى الموجودة بالجهاز والتي فعلا ركزت عليها شركة شاومي بشكل جدا كبير وهي طبعا الكاميرات كما ترون لديك هنا ثلاث كاميرات من الخلف كاميرا أساسية بضيقة 200 ميجا بيكسل نعم كما سمعت لديك هنا 200 ميجا بيكسل بالكاميرا كما ترون كاميرا صارتين بحجم جدا كبير وبحساس يعني كبير مع فتحات عدسة 1.7 وأيضا تحمل متبيت بصري OIS هذا فعلا سوف يساعد بشكل جدا كبير بتثبيت الفيديوهات ولديك طبعا كاميرا أولترا وايد أو زوية عريضة 8 ميجا بيكسل مع فتحات عدسة 2.2 وطبعا كاميرا أخيرة يعني 2 ميجا بيكسل خاصة بالماكرو فكما تشاهدون هذه كل صور متقطة باستخدام الكاميرا الأساسية الخاصة بالجهاز فعلا لديك تطوير ملحوظ مقارنة بالجل السابق من ناحية الكاميرات كما تشاهدون الصور أمامك ويمكنك الحكم على الجودة الخاصة بالصور لكن إذا كنت تريد رأيك سرعة كاميرا فعلا يجب تقدمك تشريبة صور ممتازة بالنسبة للسعر الخاص به خصوصا من ناحية التفاصيل التي تخرج من الحساس المئة الميجا بيكسل الموجود بالجهاز يعني عندما سوف تقوم بعمل زوم بأصور سوف تجد تفاصيل ممتازة كما تشاهدون خصوصا عندما سوف تقوم بتشغيل وضع المئة أسين ميجا بيكسل كما ترون فسوف تكون لديك هنا تفاصيل خورة في صراحة بالصورة سوف تقوم بعمل زوم بالصورة بدون أي مشاكل بدون أن تفقد جودة كبيرة بالصورة فصراحة تربط الكاميرات هنا كانت فعلا جيدة جدا بالنسبة للسعر الخاص بالجهاز أما بالنسبة للكاميرا أمامية فتأتي بذيقة 16 ميجا بيكسل ويعني سوف تقدم لك أيضا تجربة صوير جيدة بالنسبة للسعر الخاص بها فذي كانت تقريبا كل المواصفات والتجربتي الأولية مع الجهاز صارتا لذيكون إمكانيات ممتازة بالنسبة للسعر الخاص بهذه الجهاز لكن دعونا الآن نتكلم عن أهم شيء هو السعر فرديك أقل نسخة 8 جيجابايت رام ومساعة داخلية 256 تأتي بسعر 3449 درهم ورديك طبعا أعلى نسخة ويطبعا ألتي لذي نسخة 12 جيجابايت رام ومساعة داخلية 512 جيجابايت تأتي بسعر 4099 درهم فصالة على سعر عيني جيد بنساء الإمكانيات الخاصة بهذا الجهاز فطبعا أكتب لي الآن أنتم ما رأيكم بهذا الجهاز بالتعليقات ما رأيكم بالمواصفات أتي أتابعها جهاز الريدمي نوت 13 برو فا شاركوا معي كل أراكم أفكاركم بالتعليقات وكالعادة لا تنسى لايك للفيديو شاركنا بشاركك بالقناة وطبعا فعل الجرس يصل لك كل جديد وراكم في الفيديو القادم السلام